نرحب بزميل عزيز محمد الباز محلل الرقمي للحديثة عن أرقام مباراة اليوم سهل الخير يا محمد سهل الخير كابتن أيمين سهل الخير مليون مبروك طبعاً دي لعبة الكبار كاس العالم للأندية الأهل النهاردة بيحقق أرقام كياسية كتيرة جداً يعني بيأكد أن هو تاني أكثر الفرق فوزاً في البطولة في تاريخ كاس العالم للأندية يعني عشر فوز حتى الآن بعد ريال مدريد 12 فوز ربطاً بكلام حضراتكم عن حسين الشحات هو مش بس كده بعادل كريم بن زيمف لا هو كمان بعادل رقم ياسر الدوستر أكثر اللاعبين العرب تهديفاً أو إحرازاً للأهداف في كاس العالم للأندية ثم طبعاً أكثر اللعبة مشاركة في كاس العالم للأندية ب13 مباراة يعني حسين الشحات طبعاً بيكتب أرقام كياسية وعنده فرصة أنه هو طبعاً يوصل بقى لأرقام كريم بن زيمف على الأهداف ست أهداف زيه زي لوين ميسي طبعاً ولويس سويرس طبعاً كريستيانو رونالدو هو أكثر اللعبة تهديفاً كريم بن زيمف احنا طبعاً أهدناه النهاردة هدف أنه هو يعني خلاص بقى يهرب كده من وبقى لكن خرق طبعاً من البتول هرب من كريستيانو فري جول تقريباً دلوقتي يعني إن قدر أنه يكمل يلحق بكاس العالم لديه مرات أخرى فممكن يعديه خلينا نقول النهاردة الثلاثية رقم تسعتاشر لمارسل كل يعني من يعني عدد الثلاثيات الكتير جداً فدي برضو رقم النهاردة بس يعني يضاف أيضاً من خلال كاس العالم اللندية الأهلي النهاردة بثلاثين مليون يورو كلمة تسوقية بيفوز على مية وخمسة مليون يورو يعني وطبعاً مية واربعتاشر دولار ولكن احنا بتكلم عن كلمة تسوقية اللعبين أو حتى المالية والفاينانش شوية مش كل حاجة في كرة القدم صح الروح وشخصية البطل ولعبة الكبار هي الفائدة وبنزيمة جاي بتحاد جدب كاماً تقريباً مية وعشرة المرتب وجاي فري فري ترانسل ولكن المرتب أو يعني استحقاقات كانت كبيرة جداً عايز اقول لحضرتك ان اجمال النفقات عند تحاد جدب في الصيف الفات مية وواحد وعشرين مليون مليون يورو يعني اصلاً الدخل عنده كأنكم سبعمية وخمسين ألف ألف يورو طبعاً لما هو صرف مية وواحد وعشرين مليون يورو نفقات فبالتالي هو بالماينس دلوقتي مية وعشرين مليون يورو كريكورد كماينس بالنسبة للدخل والنفقات وهكذا استعد استعداد كبير جداً لكاس العالم طبعاً بتعاقد مع مرسيلو جياردو الراجل عنده طبعاً خبرات في كاس العالم لانديها زي ما حدتكم قلتوا مرتين قبل وحصل على الفضية من برشلونا فبالتالي النهاردة الأهلي بيبطل كل هذه الأرقام أو يعني الطموحات الكبيرة بالشخصية البطل والكبار زي ما قلت ده كده مبدئين أرقام عامة يعني شفناها النهاردة عن اللي حصل أو التحقق من أرقام كياسية خلينا كابتن أيمن نخش بقى في أرقام المباراة واللي حصل يعني ربطاً للتاكتك والفنيات اللي حضراتكم قلتوها حنستعرض أرقام وإحصائيات الإحصائيات المباراة النهاردة وحنقف على هم الأرقام فيها يعني إحنا نهينا الحمد لله الفوز ثلاثة واحد الأهلي دلوقتي حتى الآن هو أكثر الفرق تهديفاً في البطولة الحالية النسخة الحالية يعني طبعاً النهاردة بهدف اتحاد جده أصبحوا أربع أهداف يعني ثلاثة للمتش اللي فات النهاردة واحد يبقى أربع أهداف كان نفسنا نكون إحنا طبعاً في الصدارة ونحرز المتش الجيد إن شاء الله ونتصدر ولكن ثلاثة واحد الفاولات النهاردة أو الأخطاء أربع تاشر طبعاً ضد الأهلي أو تمانية ضد حاج جده شفنا فاولات كتير فعلاً النهاردة الركنيات الأهلي يعني قل المباريات الركنيات إحنا كنا مستعرض أرقام ما حضرت كابتن نايمن كان أرقام ضخمة جداً في الركنيات مباراة تسموح الواحدة خمستاشر ركنيات النهاردة ركنيات واحد تمانية سوري ستة ست ركنيات لاتحاد جده بالنسبة للتسلل خمسة الأهلي وقع النهاردة في خمس تسللات التحاد جده زيرو ما فيش التسديدات إحنا كان عندنا تسع تسديدات منهم خمسة أون تارجت على الثلاث خشبات بالنسبة للتحاد جده عندهم خمستاشر تسديدة سبتاشر على المرمى أو على الثلاث خشبات أون تارجت بالنسبة بقى للتسديدات من داخل منطقة الجزاء النهاردة على الفكرة رقم الأهلي ستة ده رقم ممتاز جداً لأن احنا مقارنة بالمباريات السابقة كان عندنا تزديدات معظمة من خارج منطقة الجزاء أو باعتماد طبعاً على رقنيات أو كرصات نهارده اتحاد جده سدد من داخل منطقة الجزاء 11 تزديدة ومن خارج منطقة الجزاء أربع تزديدات لاتحاد جده أما الأهلي ثلاث تزديدات الفرص الكبيرة المحققة اللي كان فعلاً ممكن تترجم لهدف فيه طبعاً اتحاد جده شفنا لهم أكثر من فرصة منهم أصلاً ثلاث تصديات هنشوف النهارده الشناوي يعني فيه كورتين في العرضة تقريباً أنه شفت النهارده زاد البنالتي لصد الشناوي في أربع فرص محققة لاتحاد جده وتلاتة للأهلي طبعاً على تحاد جده ده رقم كبير جداً الاستحواز يعني 57% لاتحاد جده 43% للنادي الأهلي تصديات وحرس المرمى كنت بقول لحضرتك خمسة خمسة محمد الشناوي شال خمس تصديات النهارده منهم واحدة طبعاً ضربة الجزاء لصدها واثنين فقط لاتحاد جده ده أقل المباريات رقمياً بالنسبة للتمريرات للنادي الأهلي يعني دايماً بنشوف الأهلي فوق الربعمائة وخمسين ربعمائة وستين تمريرة في المباراة الوحيدة وقد بتتخطى طبعاً الخمسمائة تمريرة ولكن النهارده الأهلي 361 تمريرة منهم 294 تمريرة بشكل صحيح 81% دقة بتاعتهم حتى تحاد جده برضو الربعمائة وواحدة وسبعين ده الأرقام المتعارف على تحاد جده دايماً بيمرروا الكرة بشكل كبير جداً في الربط في البلد أب في النصف ملعب النهارده وشفناش الشكل ده بدقة يعني وصل 82% من 385 تمريرة صحيحة التمريرات الطولية كنا شرحناها كابتن أيمن قبل المباراة إن آخر خمس مباريات مع مرسل ومع تحاد جده لجأ بشكل كبير للكرات الطويلة النهارده بقى شفناهم لا عملوا 42% لونج بول أو تمريرة طولية منهم 27 صحيحة بنسبة 64% حتى النادي الأهلي عندنا عملنا برضو لونج بول كتير 65 لعبة أو تمريرة طويلة منها 40 صحيحة بالنسبة 62% الدقة بتاعتهم العرضيات أقل المباريات عرضيات للنادي الأهلي اتنين زي الركنيات بالزبط كان عندهم ركنية واحدة أما النهارده تحاد جده عمل 19 عرضية أو كروس منهم 5 صحيحة الدقة دايما ضعيفة عندهم في العرضيات والكروسات وده استعرضناها محضرتك خلال أرقامهم في الدوري أو حتى في الشاملس ليج أسيا يعني 19 عرضية خمسة منهم صحيحة 26% الدريبلينج النهارده عندهم كان عندهم برضو رقم كبير 28 دريبلينج أو مراوغات أو تحارب كرة 13 منهم صحيحة بنسبة 46% نادي الأهلي عندنا 15 منهم 6 صحيحة بنسبة 14% كان فيه تاكلم كبير النهارده 22 عند اتحاد جده و 18 للأهلي الاعتراضات النهارده المترسيبشن وحتى ريكافري بور ريكافري وخلاص كورة واسترجاع الكورة 13 للأهلي بصراحة الأهلي النهارده عمل ماتش كويس جدا من ناحية الاعتراضات من اتحاد جده ستة كسب الصنايات كنا عندنا 35 مرة بالنسبة لاتحاد جده خمسة وخمسين مرة ناحنا شكلنا خطورة عليهم كسب الالتحامات الهوائية كانت الأهلي أربعة أما تحاد جده طبعا سبعة دي الأرقام كده بشكل عام أنا عايزة أوف بقى الكونتر أتاك النهارده للنادي الأهلي هقول رقم يعني تخطى 12 أو 13 هجمة مرتدة للأهلي 13 هجمة مرتدة للنادي الأهلي النهارده يعني هنستعرض منهم بعض الصور سريعا عشان نوري نشوف مع بعض ان الهجمات المرتدة الكثيرة ديت هنأخذنهم 2-3 بس نبص عليهم كان لو عندنا الدقة فيهم والتركيز العالي كان ممكن نزود غالة الأهداف النهارده يعني دي واحدة منهم كمعا في الشوت الأولاني أنا بس هنجيب بس اتنين كاتر الكرة هنا في ضغط مزدوج على كريم بنزيم عارفينه دائما بينزل ودعموا معتدين عليه وعارفين طريقة لعبه فكان حتى هنا شوف يعني محمد عبد المنان فيه أكتر من اللاعب يطغط عليه فيه برضو علي معلول وطبعا هنا مروان وقدامهم إمام أفلين برضو زوايا التمرير أطعنا الكرة هنا بشكل كويس جدا وبدأنا في المرتدة شوف حضرتك هنا طبعا بيرستاو فاضي تماما حتى ناحية شمال كان فيه مساحات كبيرة جدا لعبة من هنا واستعجل طبعا فكان ده أول حاجة لأن احنا شوفنا أمام دمك كابتن شريف كان الفريد طبعا كان فيه مساحات كبيرة جدا بسبب زيادة طبعا الأظهرة عندهم فهي دايما متعرف عليها حتى الرابط في نص مرعب ما كانش أحسن حاجة النهارده كان يعني شوية موفقين في الرابط في نص مرعب مع كانتي وفابينو ولكن النهارده دي أول شكل من ال 12 أو 13 كونتر أتاك اللي احنا عملناه من النهارده على التحاد جدا ده ضاعت الأسف واحدة تانية دي كانت فاول نفتكر طبعا الفاول ده مع بعض هنكمل احنا الحمد لله قدرنا نعمل الانترسيبشن والتراض طبعا كان فيه كدر في النص ولكن الكرة تلعبت بشكل سريع جدا بقينا تلاتة على واحد هنا فيه زيادة عددية والأسف برضو ضاعت دي برضو واحدة من الكونتر أتاك ده الاثنين دول كان برضو شوط الأول نكمل يعني ده برضو شكل تاني للكونتر أتاك بص برضو ناحية الشمال خلاص هنا فاضي وفيه مساحات ناحية اليمين يعني شوارع وراء يعني هنا طبعا دي ويعف الأفساد لو كان فيه شوية تركيز أو يعني ان احنا ربط كان الموضوع حبا شكله أفضل من كده الحمد لله يعني أرقام إيجابية بكل تأكيد وإن شاء الله غزارة تهديفية أعطاك إن شاء الله الماتشات أو الماتش القادم زي ما حدرتك قلت ست مرات في نصف النهائي من نوم 4 على التوالي ده رقم أيضا قياسي كبير جدا للنادي الأهلي مع تاني أكثر الفرق فوزا في بطولة كاس العالم شكرا جزيلا محمد وشرفتنا وإن شاء الله لنا لقاء تاني بها يوم لتنين بإذن الله إن شاء الله نفرح ونوصل للفاينل وإن شاء الله يبقى يعني نأمل في فضية أو ذهبية من من سيتي ليه لأ يعني يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا